تواصل فرق بلدية المفرق العمل على إزالة مخلفات ذبح الأضاحي منعاً لتشكل مكارهة صحية تؤثر سلباً على البيئة مدير الرقابة الصحية في بلدية المفرق الكبرى خالد الشابي أكد أن البلدية نشرت العديد من فرق الرقابة الصحية ونظافة منذ أول أيام العيد لمعينة الواقع الصحي وتنظيف مخلفات الحظائر وحررت البلدية مخالفات بحق عدد من أصحاب الحظائر والملاحم لعدم التزامهم بتعليمات الصحة العامة هذا أحد المواقع التي خصصتها البلدية الآن تقوم البلدية بعمليات التنظيف وأيضاً طبيبة البلدية البيطرية موجودة في كل المواقع وجدت بيطريين لإرشاد المواطنين مساعدتهم في اختيار الأضاحي نقوم الآن بعمليات التنظيف آليات البلدية كما ترى موجودة الجرفات والقلبات العمال وأيضاً عمليات رش المبيدات الحشرية نظفنا مكان الأضاحي وقمنا بجولات تفتشية على الحظائر والحمد لله بعمر من رئيس بيت المفرق الكبرى أمورنا الحمد لله كويسة ونحن مدومين على مدار الساعة 24 ساعة قسم الحركة والميكانيك منظافة المدينة والمحافظة والحظائر